نكمل شرح الاكسيل طيب طبعا حسنا فاول حاجه في الاكسيل . اهميات الاكسيل وازاي بفتح ملف وازاي ان pregnancyー حفظ . وحفظ يعاني خالية و budgets وازاي اضيف صاف او عمود او زاي اضيف شيد جديد او ملف جديد جوا نفس ملف الاكسيل وشوية تنسيقات زي البرج والسينتر والراج تكست وال و حاجات تانية طيب بالنسبة لليوم التاني أو الفيديو التاني احنا هناخد الفونكشنز أو الدوال فيه دوال مباشرة والدوال غير مباشرة وهناخد زي بنعمل جامعة وطارحة ونشوف الأكبر والأصغر يعني عندي خلايا كتير ونشوف أكبر قيمة فيه مع أصغر قيمة وحتى الأفريتش واستخدم الاف وبعد كده أشوف إزاي ممكن أعمل رسوم بانية ونعمل إدراج الرسوم بانية وشوف فكرة الصورة والفلتر وإيه لو أعرف أعمل داتا فاليباش طيب مبدئيا إيه هي الدوال المباشرة والدوال غير مباشرة أو يعني إيه إيه اللي احنا هناخده من هنا خليني أقضح ده أصلا فيه الأكسيل الأفضل لو أنا عندي برنامج الأكسيل في حاجات زي كده خليني طبعا طيب مش مشكلة دل بقتي لو أنا عندي درجات عندي شخص من الأعنوان دل بقتي عندي شخص وطبعا نسبنا برضو من اسم والده له خليني الخلين والد بعيدة معهم أنا عندي أحمد ومحمد وأゆ top وكده وروني طالبين أنا أنا دا له درجة وداه له درجة ويفرض إن دي المواد اللي عندي. آآ مالش تجد. خلنا شوف كده. طيب. لو عايزة اكتب هنا المجموعة. هنا المجموعة او المجموعة بتاع ايه? الخلايا. الطبيعي ان انا اعمل ايه? هقول آآ مثلا عشرة زائد او او في دماغي يعني عشرة زائد مش عارفة ايه? زائد خمستاشر زائد خمستاشر. مش عارفة هيساوي مش هيساوي. ده المفوض ان انا عايزة اعمله. اجمع ده زائد زائد ده زائد ده. وعايزة اقول لحط الناتج هنا. فانا مش عارفة عملها ازاي. فاللي كان بيحصل ان انت بتقول عشرة خمستاشر خمستاشر تلاتين هو عشرة باربعين. فتروح كاتب انت كنا ايه? كلمة اربعين. لما تجي تكتب اربعين. اولا فكرة ان انا عودة احسب على الالة. ده موضوع. ثانيا ان انا اكتب بنفسي ده موضوع. ما بيقولش ان انا استلاكتب بس الفكرة ان ممكن انا ايدي تحط على الاربعين في جنبها في واحد اكتب عشرة. مجموع كل دول عشرة. يبقى يحصل بقى تظلم ومبتع. ففكرة ان انا اخلي الكمبيوتر هو فكرة ان انا اللي اجمع. دي مشكلة. ان انا احط المجموع بيدي يعني. فانا عايزة اقول حاجة او الاكسل ممكن يساعدني ان انا يعمل مجموع ده ازاي. ممكن اعمل كده اقول بيساوي بيساوي بس كده. ورح اداله ده زائد ده زائد ده. يعني ايه؟ يعني اجمع لي دي ودي ودي. وبيساوي اللي في الاول دي معناها ان انت اجمع وحط. هتقولك لما قلت عشرة زائد خمسة زائد خمسة ما ما عملش حاجة. تفوض اقول له بيساوي. بيساوي يعني الخلية دي هيتحط فيها الحاجة اللي يجمل يساوي. نتيجة الحاجة اللي يجمل يساوي. ممكن اجي انا وعمل ايه؟ اقول مثلا بيساوي دي زائد دي زائد دي. طيب اول حاجة عايزين نعرفها ان ماذا لو انا كان عندي عدد طلبة كتير. سينا بقى من ان انا ما عاملت تركيم واحد اين اول طول. بس افردان عندي اعدد طلبة كثير. على كبير جدا. اه. وانا عايز اطبق فكرة المجموع دي برضا عليه. فاآآ احنا قلنا ان الـ اكسيل ممكن يساعدني ان انا اه مساعدني ان انا اعمل فكرة تركيم دي كده. اوكي. وفد ان اخلصت هنا. عزيم جدا. دب عايز ا اعمل موضوع الجامع ده. اجمع بدل مجمع اللي أحمد بس عايزة أجمع لمحمد عايزة أجمع للأسامي الثاني فأنا هعمل إيه؟ أنا دلوقتي عملت عند الخليل أولي أمسك أجي كده عنده كورنان واشدت بس كده يبقى إيه؟ فألاقي المجموع هيتعامل لباقي الخليل طبعا أنا بما أن أنا أصلا دلوقتي على سبيل الشرح بس عملت أحمد ومحمد وبعدين قررتهم فأتلاقي عندك دكت 430 فأتلاقي 430 430 يعني زارة أوي سوري زارة أوي هو بيعمل إيه؟ لو وقفت عند واحدة من دول هتلاقي أنا كنت لوقتي كده بيساوي لو وقفت كده هتلاقي إلي أنت كده مؤذرينة برضو بيساوي C2 وD2 وE2 تمام طبعا أنا وجيت لما وقفت هنا ألاقي إن ده مكتوب C3 وD3 وE3 أوكي؟ لو جيت وقفت هنا هلاقي إيه اللي C7 وD7 وE7 يعني هو أوتوماتيك بيجمع إيه؟ الحاجة اللي هي مقصاد المقابلة لها زي ما أنا عملت هنا يعني هو بيشوفك أنت هنا ده اللي 40 جات من الجات من دول عايز تبقى في أي خلية تانية هيجمع برضو زيه بس الحاجة للقصاد إيه؟ تخليه أنت بتحسب عن ده تمام؟ دي إزاي بعمل بعمل عملية الجامعة أو إزاي بعمل بتسميها دوال أو فونكشن في الإكسيل طيب افرد بقى برضو من يامة تانية ده الشخص ده كان في السنو ده مثلا المجموعة ده نحطه هنا كده والشخص ده في السنو في السنو يعني إيه؟ يعني بياخد مواد كتير قوي أنا عايز أجمع مجموعه فهذا الطبيعي إن أنا أجمع الدرجات بتاعته يعني ممكن أجي كده أي حاجة تمام؟ ده دين عربة الإنجليزة أنا أقول مسلا ده علوم لو فردنا أن فيه هو بالعربي اسمها العلوم ممكن هنا مسلا بنسميها إيه؟ بنسميها في كيميا مواد كتير بقى وفي فيزيا وكده مش لازم إيه؟ إن أنا أصلح كل طبعا الرياضة بقى استاتيكة وديناميكة وجبر وغندسة وحواري فهتلاقي إيه؟ إن إنت معاك مواد كتير أنا بقى عايز أجمع هروح إلي إيه؟ خالي صفر ده دلوقتي طبعا الكلام ده لو أنا عايز أمسح بعمل كليك كيمين كيلير كونتنت أنا بقى عايز أعمل حاجة تانية يعني عايز أجمع خاليها تانية فهروح إلي إيه؟ يقول بيساوي إجمع لي ده زائد ده زائد ده وهكذا بقى بصت ليني إيه؟ عمالة أجمع المواد كلها والمواد ممكن تكون كتيرة طب أنا دلوقتي حلت مشكلة إن لما عاد صفوف تكون كتيرة قلت أشد كده وخلاص طب أنا ممكن أشد هنا إزاي؟ وأن أنا عامل حاجة زي كده إزاي؟ إنتر هروح إلي مية وخلاص طبعا أنا عارفة أن أنا ممكن أشد كده وخلص المواد كلها فكرة كلها أن أنا ممكن أجي بالنسبة لل طبعا أنا سبنا من المواد الأخيرة دي ممكن أجي هنا وتلاقيني مثلا جماعة العربي والدين والإنجليزي ونسيت لجمع العلوم ودخلت بخلال لبعدها فطبعا مش عايزة أدخل الإنسان في أي حاجة يعني مش عايزة أن أنا فكرة أن أنا أقول ده زائد ده زائد ده وحطي بنفسي حاجة عايزين نحلها بترى أحسن فعنعمل إيه؟ هنقول بيساوي سم طبعا ده إنجليش سم وأعمل بفتح كوس وأقول له من دل ده من أول هنا لده إنجليش وأعمل إيه؟ أقفل بكوس وإنتر أنا مع عابش إيه مية وتلاتين كده قبل كده إيه كنترول ست واضح إن أنا كنت ناسي حاجة بس خلينا نعملها تاني مش ساوي سم الآي الخلية دي مية وتلاتين واضح إن شايفة كويس كده كان فيه غلط إحين طبعا إن إحنا ممكن نتأكد أجمع عشرات كده عشان إيه؟ خلي كل الحاجات ده عشرات عشان أتأكد فأنا عندي كم مادة دي واحد اتنين خليتا أربعة خمسة ستة سبعة لمانية تسعة عشر عظيم جدنا فمية يعني شفته لما كان قبل كده كان فيه غلط فأنا مفروض إيه بقى؟ طبعا هاجي عند الحاجات دي أمسحة لإن ده مجموع يعني ممكن يكون صحة أول بس أنا عايزة بس أقول لكم فكرة أو الطريقة التانية للجامعة يعني بمسح بعمل تليل كونتنت وباجي كده رح أقيل إيه؟ أنا قلت هنا عايزة أجمع وفكرة أن أنا أجمع كل دول بإيه دي كان مشكلة فقلت أول بيساوي سام هتلاقي اللي أنا كانت موجود هنا فوق تمام؟ بيساوي بيساوي سام سي تنين لغاية قل لتنين يعني نول سي تنين لغاية قل لتنين طب عايزة أقارد على الخلاك ولا أجي كده عند الكورنر ورحش يبدأ هتلاقي طبعا هيتطلع حاجات معينة لأن أنا أصلا خليها الأولين دي أن كنت تغيرت فيها فده هيديك مية لجمال بيقى هيديك أرقام تاني طبعا إحنا حتى لو سيبناها ثابتة لكله هيباني تمام؟ ودي برضو حاجة تانية نسيت برضا أخد أقول لكم عليها بيساة الإكسل فكرة إن أنا لو أنا جت هنا طبعا أنا عرفت الوقت إن المجموع مية لو جت دي وقلت إن دي خمسين خلينا أقولي عشرين فالمفروض اللي يحصل النتيجة هتزيد إيه؟ عشرة لو كان قبل كده وكت أنت عملت تصم وقدت عدلت في خالية كنت أطار تروح تعدل في المجموع من نفسك يعني أنا مثلا دلوقتي لو مكنتش عاملة ديها بالطريقة كنت قلت إن هي بمية قلنا مثلا إن هي بمية وعشر خلينا أقول مية الوضع الحالي ودي إيه؟ عشر تمام؟ دي مية دي حاجة ثابتة كده مش بدل هي بمية فأنا عايزة أقول إن أنا طب أنا عايزة أغير اكتشفت إن هو جايب في الإنجليزي مثلا خلينا أقول للمادة تانية فيزيا جايب عشرين تمام؟ فالمفروض المية دي تبقى مية وعشر لإن في درجة زادت يعني في عشر درجات زادت وكتو عشر أبقى عشرين فالمجموع يزيد عشر ما زادش دي برضو عايب في موضوع إن أنا إيه؟ المانيول أو إن أنا أكتب بإيه؟ فيفضل إن أنا أستخدم الإكسيل عشان حاجة كتيرة هيخلي فكرة الإيرور أو الأخطاء تبقى معدومة ثاني حاجة إن هو هيعمل فكرة إن أنت تملي كل الخلايا بشكل أوتوماتيك ثالث حاجة هتقدر تعمل تريسنج أو إن أنت تشوف لو في حد زاد المجموعة يزيد لو في حد نقص المجموعة ينقص على أسر وكشفت إن هو كان جايب في الفيزيا من مفروض مثلا زيره شايف المجموعة ما أصليهش حاجة برضو طبعا دي 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 كريم يعني هو دلوقتي واحد عمل تظلم وتركته تغيرت المفروض المجموعة يزيد بخير نقول إن هو جاب عشرين عايزة خلي دي تساوي هروح أقيلة بيساوي كذا وامسك من الأول للآخر وهفتق وقفل الكوس وعمل انتر هيروح أقيلة بيساوي جيت أنا خليت الفيزيا دي افتكرت إنها كالتلاتين أي مش عقم يعني فاضي بقى وكل شوية غلط طبعا أربعين وصلها إيه المجموعة ما يزيد أوكي فهي دي فكرة الفونكشنز أو الدوال اللي موجودة في الإكسل أنت تقدر تعمل حاجة بحيث أن أنت تقدر تكرارها على الخلايا كتير وفي نفس الوقت تقدر تغيرها على روز أو عميدة تانية يعني طيب دي بالنسبة للصم هل في حاجة تانية للصم أو طبعا فيه صم وفيه طرح بس طبعا أننا ما فيش حاجة اسمها بطرح دول من بعض طيب من بطرح خليتين بس من بعض فلو فرضنا أننا عايز أعمل طرح 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 خليتين من بعض عايز نشوف مثلا العربي بالنسبة للإنجليز بالنسبة للعربي أي حاجة فنشوف العربي جايب كذا والإنجليزي جايب قاعدة ترحم من بعض فبقول بس طبعا أنت الطبعا أنك هتقول إيه سب يعني اللي هو إيه آآ آآ سم اللي جاي من سم وصب اللي جاي من سب تركت لا ما فيش حاجة اسمها سب أصلا ما فيش فونكشن سب موجودة في الإكسل اسمها سب فيه سم برضو عادي بس انت هتقول إيه هتقول سم تعالي ستطرح العربي من من الإنجليزي تعمل كده بس تيجي عند الخليقة دي وتعمل إيه سوري بقى خلاص معلش تيجي تعمل هنا إيه سهالب هيتك zero لأن في الرياضة انت عندك آآ مثلا آآ مش عالف رب أكتب ولا أكتب شي طيب لو انت عندك مثلا آآ عشرة ناقص آآ عشرة ده بيساوي عشرة زائد وتفتح كوس تحط ناقص عشرة صح كده فإن انت تتحول يعني إيجاء الطرح ممكن تعمله على أنه جامع بحيث أن الأولان يبدأ زي ما هو والتاني تحط قدامه سلب بس فأنا هجم حاجتي إن العشرة مع السلب عشرة فرس كده أنا عشان كده قلت إجمع لي كذا وسالب كذا أو أو طرح لي يعني يعني هو إجمع لي كذا وسالب كذا يعني طرح طبعا ده ممكن نرفزه على كل الحاجات أنا معرفش ممكن أنت تطلع إيه آآ طبعا الحسب يعني هنا إذا عشرة وده خمستاشر فهيبقى سالب خمسة لو ده خمسين وده صفر ده خمسين وده تلاتين فهيدينا عشرين تمام طبعا فده بالنسبة للطرح يعني ما فيش حاجة موجودة في الإكسيل اسمها طرح فيه إنك تعمل سام وتخلي الإلمنت التاني إيه طرح طبعا ممكن نبدأ من هنا برضو عادي وكمل يعني هو بيبدأ يقرر لإنه بعرف إنه فيه دلة في السيل دي طيب آآ حيننا ناخد كده بالنسبة للطرحال فيه ضرب آآ طبعا فيه ضرب طبعا أكد فيه آآ آآ فنعمل ضرب إزاي هنقول بيساوي برودكت يعني سابته في الرودكت ممكن تقول برودكت الخلية دي لغاية الخلية دي عايزة دول تجد أضربهم في اتنين شو بلني تجد تلعب كاي طبعا أنا عندي مثلا مية في مية في مية آآ سورة عشرة في عشرة في عشرة بالف تربتهم في اتنين فإندي إيه ألفين يعني يعني ممكن آآ أضرب حاجتين في بعض آآ معلش ممكن أضرب خليتين في بعض وممكن أضرب كذا خلية مع بعض مش خليتين بس برودكت برودكت مالش كده مالش برودكت وتقول له أنا عايزة أضرب دول في بعض هنا هنا دول في بعض تمام يعني ممكن أضرب رقمين في بعض وممكن أضرب كذا رقم في بعض بإننا أختار نطاق معين أو رينج معين أو أنك تمسك الرينج ده وتضربه في رقم معين طبعا ممكن تضربه أو أصلا في خليا معين ممكن تقول له درب ولي في عجر أديني رقم تاني أوكي فدي فكرة الدربة برضو واللي انت عمل طبعا برضو ممكن تكراره في الخليلة تحت آآ اللي ممكن نعمله تاني في الاسل بالنسبة للدوال المباشرة عندنا الصم وعندنا الطرح آآ 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 طيب وفي الأفريج لو عايز أجيب أفريج أو اللي هو المتوسط المتوسط طبعا المتوسط دي هم نلاقي في الإحصاء يعني المتوسط ممكن نعمل فرمات بنتر دعم عليش ممكن ناجي دي العكس بقاخد دي ونلاه فرمات بنتر بقاء بعمل هدي بدي طيب آآ عايز أعمل أفريج هقول بيساوي أفريج وفيه إنجليش بيساوي أفريج دولة بال الإنجليز يعني طبعا هو قال لي لا لو سمحت ديني شوية حاجات أفريج دين الأفريج هتاخد أفريج المين ومين ممكن ناخد من الآخر الأرقام دي كلها هو الأفريج بتاع حاجة فقول لي من الآخر وجاء بـ 13 يعني المتوسط بتاع الدرجة بتاع 13 تخيل خذنا نحط البيتماس على 100 عشان ترجع ثاني كده يبقى متوسط بتاع 10 ما شاء الله يعني هو وجاء 10 ممكن تكون درجة ناية من 10 أصلا يعني حاجة كويسة لو كان 10 دين المتوسط فهنقول مثلا بيساوي أفريج يعني أكتبها تاني أفريج للشخص ده طبع تقريبا انه زيه ويكد وممكن تعمل أفريج الرقمين يعني عادي مش لازم أفريج من كذا كذا من كنت أفريج من الخلية دي و الخلية دي مانا طبعا يكون فهمني يعني لازم أقول الخلية دي إلا الخلية دي إحنا أسفين أفريج 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 طيب أفريج طيب خلينا نجرب بقى ويدي أفريج ممكن تعمل أفريج الرقمين مع بعض ممكن تعمل الرقمين معين ممكن اللي انت عملت ده تاخد وتكرر ونخلص كذلك برضو الطرح ممكن تكرر والطرب ممكن تكرر هنا هنا بضرب بإيدي نبص على حتة دي كده تلا هنا بضرب بإيدي هنا بضرب ونعمل بلنطيشن بس هنا بضرب خليت كذا خلية في قيمة خلية تانية طيب ممكن أعمل إيه تاني في الأكسل المتوسط طبعا فيه اللي هي الماكسيموم والملموم اللي هي عايز أعرف أكبر رقم كي فنكتب هنا الأكبر أكبر قيمة وهنا الأصغر وطبعا خلينا نحط كميا كان جايب خمسين في العلوم جايب تلاتين يعني أعرفش إزاي كميا وعلوم مهم يعني دي أرقم فخلينا هنا أقول الأكبر هنقول بيساوي ماكسيموم طبعا بكتب عربي بيساوي ماكسيموم أوف ماكسيموم من ده لده هتلأ أكبر قيمة هيقول لي كم خمسين مش هقول لي أنا واحدة بساولي إن هي دي الخمسين طبعا هنا هيساوي منمم من دي يعني منمم يعني أصغر بالإنجليز من وعمل كده هيقول لي أصغر قيمة كانت عشر طيب وطبعا ممكن اللي أنا عماته ده أقراره هنا تاني أقول بيساوي ماكس ماكس اللي خلادي لغاية الإنجليزي وإيه وإنتر وطبعا ممكن أخد كده وانزين تحت خالص أصلا من غير مكتب كل خليه لوحدها أوكي أوكي وبرضو أخد المين ممدي بيساوي من من كذا لكذا تعمل من الرينج نطاق يعني عايز تعمل من الرقمين اتنين بس برضو عادي بيكله بيقبل الحاجات كتير طيب ممكن نعمل خليني أخد كلهم نخلي كده فرضنا يعني هنا في منطق من ضرب بركتين في بعض نعمل كده كده خدنا أو الماكسمم والمين ممكن نعمل ممكن بقى نستخدم الف ايه بقى الف دي جميلة أو الف دي بقى دلوقتي انا الشخص ده جاب مجموع معين خلينا المجموع ده كده ونقول اكيد طبعا ده المجموع ده اهم حاجة ده المجموع تمام ساعات ما بعايز اقول ايه القرار يعني الشخص ده انه النجاح يعني هو نجح ولا لا قرار هو نجح في المادة دي ولا لا او نجح في المادة كلها فبعمل بشوف لو كان المجموع طبعا انا عندي هنا مثلا ايه خلينا ارجع خلي ده خلي نحط 40 نحط 30 خلي النجاح من 50 ماشي هنا 40 هنا 20 طبعا ده كده ينجح خالص يعني فلو انا معايا 10 مواد اوكي 10 مواد وكل مادة من 50 فالمفروض نجيب 500 النص كام 500 اللي 250 خلينا نقول مثلا جاب في الدين 20 وضوط يجاب 260 لو جاب في الانجليزي طبعا المادة الانجليزي متكررة خلينا نقول مثلا دي وانسا ومسلا كان جايب فيها 70 اي رقم انا بس عايز اكتب رقم كده بحيس الدين 300 رقم كده حلو ف وده المجموعة المفروض ان انا مع نفسي عارفة ان هم 500 ولو جاب 250 يبقى هو كده ناجح صح كده ناجح اللي فوق يعني اللي فوق لو جاب رقم اكبر من 250 هيبقى كده ناجح غير كده هيبقى راسب هيبقى ايه فانا عايز اكتب كده عايز اكتب كلمة ناجح راسب ناجح راسب طبعا ناجح وراسب دي بنانا على المجموعة اللي انا شايف فانا بعمل ايه بقى بقول بيساوي ف انجليش برضو طبعا ف ايه بقى ف الخلية دي اكبر من 250 اعمل حاجة غير كده اعمل حاجة تاني وبعدين نقفل الكورس ايه الحاجة اللي انا عايز اعملها اكتب كلمة ناجح ناجح انجليزي ناجح غير كده هكتب ايه هكتب راسب اعمل اوكي اعمل ايه ناجح خد بقى خليها دي كده وشديها كده وكرري شوف كام واحد ناجح ولا ولا يطلع للناجح وراسب ولا لا هكتب يطلع للناجح راسب راسب كتير ناس راسبة بعدين ناجح راسب ناجح راسب طبعا يعني احنا عاملين بشكل عشوائي ممكن لو جيت عند اي حد دلوقتي وخليته مثلا بقى خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين فالرقم هنا بقى مانتين وستين بقى ناجح واضح كده فهي دي فكرة الاف جميلة او تقول بيساوي تكتب كنتش اللي انت عايز لو انا عايزة اقول له مثلا لو انت لو المجموع اكبر من مانتين وخمسين مش عايز اكتب كلمة ناجح عايز اكتب كيمة حاجة يعني اي حاجة انا انسان فاضي اكتب مثلا ام اتنين يعني لو هو ناجح ادي له الدرجة غير كده اقول له انت راسب فانا هعمل كده وانا هعمل كده وهو هيعمل الدرجة او راسب استمعن واحد دي نجح يعرف ان هو نجح لازم نعرفه هو ايه جاب كم الزبط تمام فلازم ان انا اعرف اا يعني فيه كذا طريقة اتعامل بالاف اوك او او الف الحاجة دي اكبر ماتين وخمسين طلع لك كيمة غير كده اكتب راسب حاجة ترجعلك شوف انت عايز تعمل ايه طيب دي الاف وطبعا ممكن نعمل فيها حاجات كتير يعني وطبعا مش لازم يبقى اكبر منه ممكن يكون بيساوي في بعض الناس ممكن نحط لها الدرجة بتاعتها وتلاقي جابت مثلا في المترم عشرين وجابت في الكوزي عشرين ومش عارف ايه وروحنا مديين بونس في الدرجة بتاعتها اكبر من اربعين طبعا مش هينفع تاخد اكبر من اربعين فممكن نيجي كده لو يعني عايز اقول له ان لو الرقم طلع اكبر من ميتين وميتين المجموع كان خمسمية لو كنت انت طلع اللي اكبر من خمسمية حطيلي خمسمية بس ما ينفعش بقى اكبر من خمسمية غير كده حط ايه حط المجموع بتاعك اللي جالك اللي هو اصلا ام اتنين ام اتنين ام مين بيكتب الانجليز ام اتنين اوكي يعني شوف انت جبت كام وحطه لي لو الرقم اللي انت بتحطه ده اكبر من المجموع النهائي ما ينفعش لو انا كان حد هعمل بونس او حد الدرجة النهائية او كان جايب بالليه المستوار رفيع والحاجات دي مثلا يعني فمش ما يزيدش عن الحاجات دي طب خليني قد الرجل ده كده جايب ستين مسلا كان فيه حاجة كده هو عملها وجايب فيها الدرجة النهائية خلينا نعمل كده نجرب نحط كله خمسين ادي خمسين و ادي خمسين و ادي خمسين جاب رقم اجمو اجمو لا لا لسه ما جابهاش نحط هنا خمسين و نحط هنا جران خمسين تلاقي النتيجة دي ما لها خمسمائة و عشرة هل طلع هنا خمسمائة و عشرة طلع خمسمائة صح كده فدي بعضو حاجة من ضمن الحاجات انت ممكن تعمل ان لو المجموعة عيش حياتك خلاص في التن معادي بيعمل كل حاجة و جيب اخرك بس انا عمري ما هديك درجة اكبر من كذا هي رولز يعني فدي حالة انت ممكن تلاقي جيب خمسمائة و عشرة ما هديك خمسمائة ده ليه لان انت عملت حاجات بونس والبونس انا كنت ميديها هو لك عشان يساعدك انك توصل للخمسمائة لكن يتعديه لأ مش للدرجات عشان بس تبيت فير مع الناس كلها فاللي حاصل ان ايه ان ده دي برضو ايه الاف حاك ويسا جيب تانية ممكن نشوف تانية ايه في الاكسل طبعا احنا لسه خدنا بالنا انه لما جيت كتبت هنا كتبت مثلا ايه قلت بيساوي من وقلت انتر العملي نايم الحاجة دي لما تشوفها الحاجة دي لما تشوفها اعرف ان انت كده كتب كتب الفونكشن او الدل غلط وهو عايزك ايه يعني هو عايز يقولك ان انت لا ارجع اكتب الفونكشن تاني لان فيها مثلا محتاجة تعرف مين بتاع ايه بالزبط مين بتاع ايه الدرجات دي كلها انت كتب الفونكشن في الماء بتاعها غلط فاهمني فدي ده الحتة دي برضو لما جيلك يعني ايه نيم دي ممكن طبعا اعمل اعمل insert charts رسومات بيانية عندي في في الملف رسومات بيانية لو عايز ارسم درجة الطلب ده درجة الطلبة معايا خلينا اشوف كده ممكن ارسمها ازاي ممكن اخد خلينا انا اخد عشر قسامي بس ممكن اروح عامل ايه insert ارسم للدنيا ديان في chart ارسمها لي في chart اقول له مثلا ارسمها لي في chart اللي هو بالمنظر ده خلينا اخترتي كده سعب بيقول لي بس اعرفك بس ارسم ال chart ارسمها لك اقول لك بعتنا هنا عاملين احمد محمد خلينا اعمل ايه عمر مش عارفة ايه انجليزي ما عمش مين عمر وكل شوية عمر في ياسين وهتلاقي مثلا مالك وهتلاقي مازن وشوف ان احنا ايه ممكن نعمل chart اللي عدد قليل من الطلبة احسن ناخد مثلا 6 ناخد 5 5 ونعمل كده insert chart في اللي حصلت دلوقتي انا عملت insert the chart وقال لي مالك هو اللي باللون الازرق وياسين هو اللي باللون الاصفر وعمر اللي باللون الروسوس وكذا فتيجي انت هنا عند اول بني ادم عند الصف الاولاني او يعني مين عشرة اه عشر مواد عشر مواد المادة اللي هي عربي احمد جاب كذا ومحمد جاب كذا وعمر جاب كذا وياسين جاب كذا ومالك جاب كذا المادة اللي هي الاولى طيب انت ممكن ندخل جوه هنا وانعدلها بس اتمنى طبعا انه هي فهمني format access طيب المفروض ان انا ممكن ادخل هنا اعدل والتايتل طبعا ممكن اقول ايه درجات العنوان بتاع التشارت درجات اه واجه على الحاجات دي برضو اعدلها اه ممكن اه اه ممكن خلينا نسيبنا بالفيل هيبقى البوردر مسلا اه هنقول لون تاني يبقى بس احنا بنعمل ايه اه 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 اوكي طيب ده بس فكرة التشارت طبعا احنا ممكن نرسم التشارت دي او البيانات دي بشكل تاني يعني ممكن نجي نرسم كده اقول له رسم وهالي لا يروح رسم هالي على هاية نقط تمام لا امان ممكن تقول جدا مش عايز اللي فات هو ده انا بحب ده ماشي اه ممكن كده وممكن تختار اي نوع تاني من التشارت يعني في باي تشارت وفي الحاجات دي اه طيب تبست ايه ازاي ممكن نرسم الحاجة بتاعت على هاية تشارت اه نشوف ايه تاني التشارت و اه بتايا لي لما باجي هنا ايوه ممكن اعمل اا اا آد اا آد آد داتا لابلز آد داتا لابلز آد داتا لابلز هروح اييه لقل واحد جاية بكاية يعني طبعا انا كنت اقفى عن برتقون ممكنه اقفى على الازرق واقول هاتلي بيانات الازرق هيقول لي كل واحد يوانا مش عايزين مش عايزين نكتر بس خلينا ايه نمسك مسلا كونتر للزد برضو ممكن اخض الاعلى واحد ده وعايز اعرف هو الدرجة بتاعة تكمل اخر اوكي بيقول لي ستين خمسين خمسين بقى ايه يعني كده باخد بالي بس الاخدر ده كان احمد تمام او الازرق سوري هكترة ممكن اعملها يعني ان انا نرسم الاتشارت وان انا اخد بيانات عنه وغير برضو الفرمات وهكذا هتلاقي هو انا كتب لك في الاول انت ممكن ترسم البيانات دي وتعوز ترسمها في باي او بار او الحاجات دي بس بيقول لك هنا احسن حاجة للبيانات بتاعتك لشكلها دي ترسم كده مش صعب او موضوع مسلا البارت شارت او كده اللي هي قصدي اللي هي البيانات بتاعتك لترسم كده افضل طيب من سيب عظيم جدا ممكن نعمل ايه تاني فيه نوع تاني من اللي هي دي فين بقى اللي فين دي ممكن نرسم كده هو رسمها ليه يعني بيشوف درجات مثلا اللي هو يسين طلع نزلة نزلة طلع يعني هو مستبت على الحاجة هو مستبت على ايه حان حاجة مثلا مش عارف ايه يعني هو طريقة للتعبير عن الحاجة طيب ممكن نشوف ايه تاني في التشارتز طيب الصورت بقى في حاجة بتبقى جميلة اوه في الاكسل انت ممكن تحتاج تعمل صورت لمسلا صورت عايز صورت الحاجات دي كلها بيزد على الدرجة عايز شوف مسلا ايه انه عايز رتب الدرجات الصغير بالكبير او كبير بالصغير مستمسك الحاجات دي كلها طبعا مستمسك سبنا من ال انا عايزين نعمل دي اللي هي الفريس بتهالكة فيو فريس او اللي تبرو اوكي وعدنا ناخد الحاجات دي كلها لغاية مين سبب الاكبر والاصغت احنا فهمنا احنا اهم حاجة عايزين بس من شوف اللي بعد كده عايزة اعمل صورت فانا باخد الخلايا دي كلها وبرتبها بناءا على المين يعني اللي جاي بمجموعة اكبر واللي جاي بمجموعة اقل وكده فبعمل كده data صورت فين اللي ايه اللي حصل اهو وباجي data صورت وقل له رتبهم لي بناءا على المجموعة طب المجموعة فعني خلية المجموعة في الخلية رقم m فبقول له سمحت روح عند الام مين الام هو اه طريبا نازم اخد المفروض يعني مستدقل لأ علينا هاخد دول كده وصورت باي الام علوم كنية المجموعة اه مالش المجموعة هو اوكي هورا عامل ايه هياخد المية مية وتلاتين ويغتل الناس اللي غتلها ماتين وستين مش عارف ايه فهيرتبهم بالايه من الكبير للصغي وطبعا هيرتب ده برضو يعني هيرتب ده طبعا احمد كان جايب اعلى درجة اللي احنا كنا حطينه في الاول فهو تحط في الاخر لان انا قلت له من من اصغر حاجة الاكبر حاجة تمام اه خلنا نكونترول زده عشان بس الناس اللي هيفت لغبط لان فيه هنا الارقام دي بناء على الحاجات دي بس خلاص فيه بنا بنعمل صورت ازاي طيب بو كنت نعمل صورت بزد على حاجة كتيرة مش لازم الاكبر للأصغر يعني نشوف ممكن نعمل ايه تاني ممكن انا رتب العيال اصلا ابجادي يعني لو انا عند احمد محمد عمر يسيد مالك احمد جارفي ارتبهم ابجادي فهنا اجي اخد الحاجات دي كده كلها خلينا اخد كله وقلوا ارتبهم ابجادي يعني data من اللي هو البي البي كلها من بي ارتبهم اللي بزد على كلها من بي ايه رأي عمل احمد كل الاحمد الاول وبعدين العمر وبعدين محمد المالك طيب دي طيب يعني ممكن اعمل صورت بزد على الحاجات اللي هي ابجادي وممكن اعمل صورت بزد على الارقام اه كبير الصغير يعني ايه بس اممكن اعمل صورت بان انا اعمل كليك يمين صورت يعني اخد الحاجات دي كلها وامل عليها اه حتى لو كلهم يعني اعمل اعمل كليك يمين اعمل كليك يمين صورت كين صورت صورت كليك يمين صورت صورت اه جدي يعني ممكن يكون عشان انا واخد خلايا كتير لازم احدد له ايه الخلايا بالضبط مش ما ينفعش الملف كله ممكن اعمل كده كليك يمين صورت ايوه وصورت بقى صورت من الالزد من مين ولا ولا تختار كاستم صورت كاستم صورت على مين اللي هي الكولم نبي اللي هي من الالزد ولا من الكبير للصغير كده ما اعمل لك من الالزد لانه عارف ان ايه بيدي حروف يعني حروف هنا متل اعمل لك من السمولست للارج لانه لقى من العربي والحاجات دي درجات تمام احنا مش هنعمل بالعربي خليع بيه ومن الالزد هيرتبهم بناءا على الاسمائي طبعا الحاجات دي تغيرت لان اول ناس كل دي بس مقدمة الى اي حاجة ونتمنى ان الحاجات دي تفيد يعني ممكن نعمل ايه نعمل فلتر فلتر يعني ايه انا ممكن يكون عندي دول درجات الناس اللي في سنة اولى وفي تحتهم درجات الناس اللي في سنة تانية فانا عايز اقول له الجدول هو فيه حاجات كتيرة جدا 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 فانا عملها ازاي فانت المفروض انك تيجي كده او تيجي كده بتعمل ايه فوت فيه فلتر انت سورت فات المفروض يعنا ان انا صواني صورت انا معمل فيلتر فيلتر تمام دي فيلتر دي ايه بقى انت عايز العربي تقوله ايه بص انت ما تجيب لي انتركات الناس اللي هم عشر بس هروح يجيب لك العشر بس طب بص الدين كلهم خمسين هتلي العشرة منهم بس اه هروح يجيب لك العشرة منهم بس طب كل عشر عشر مش عارف عشر عشر هتلي في العربي اللي هم خمسين بس دي اتعملت كزا فيلتر فهو بيعتمد على كل اللي انت عملته تمام فالفلتر دي حاجة كويس ممكن تحتاجها يبقى انت عندك اللي منتين عامله ان بتاع ده مثل طول عشرة خمسين مش عارف ايه بقى عشرة دي انتك تبدلها مسلا اولى تانية تالتة وانتقول له ايه فيلتر باي اولى يبقى كله يجي لك بتحسن اقوله بس ايه من ايه خمسين باعمل كونترول زد 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 عشان يجيب له كل المواد اوكي فدي الفلتر حاجة كويسة جدا جدا فيلتر طيب في ايه تاني فيه كونديشنال فورماتنج كونديشنال فورماتنج ان انا اجي كده عند الخلية دي كده اقول له ايه لو صح تعمل لي لون لي الحاجات اللي هي خمسين بلون اقول له كده كونديشنال فورماتنج اجي عند دي وقف علي كده اقول له كونديشنال فورماتنج هايلايت سيلز رولز اللي هي اكبر من خلينا اقول مثلا هو فيه ايكول انا اقول بس معلاش تاني بريتر لزان بتاكول تو خمسين اللي هي بتساوي خمسين هيورا عامل لي الخمسين الحاجة اللي هي خمسين بلون لو فيه خلية تانية بخمسين هيخليلي برضو نفس اللون خلينا خلي واحد اجيب خمسين لو هو بيفهم لو خليت دي بخمسين نيام ليه شوف كده فيه ساعات انت تقعيز تعمل كده بتبقى جبت مثلا المجموع وعايز تعرف مين الناس اللي جايبت درجة النهائية او الانجليزي وتقعيز تعرف مين اللي جايبت فتمشي تعبد عليهم كلهم لا ممكن تعمل فلتر باي عشرين فلتر باي خمسين كده انا حسب لو الدرجة النهائية من عشرين او خمسين يعني فحاجات جميلة جدا في برنامج الاكسل ده بتفيد اي حد شغال فيه وبالذات الناس اللي هي بتتعامل مع الدرجات وبتتعامل مع عدد من الطلبة زينا يعني طيب ممكن ايه تاني اه انا كده نشوف حاجة اسمها داتا باليديشن داتا مش فاكرة كانت فين داتا باليديشن اقول اكد نخلط داتا كلها بس الاول ولا نختار حاجة معينة اختار الدين والعربي نقول داتا باليديشن اعمل لي داتا باليديشن ايه تعمل ايه بقى لما بقولك بتقوله انت لو سمحت ما نفعش تدخلي تدخلي في القيم اه تعال انت بقى دخلي كده اقول لي ايه احبب دخلي العرب هنا تبقى اسمها احبب جايب درج اسمها احبب اقول لي ايه بقى انت بتقوله ده ايه ايه بقى انت بتقوله ده ايوزر هازرستريكتد فاليوز ذات كان نوت بي انترد انتوز السيل هملي طبعا المفروض ان يطلع له مسج كويس هتقوله انت بدخل حروف والمفروض تكون من صفر الخمسين واكذا اعتقد فيه طريقة يعني تخليني اه 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 ادي مسج اه فاجي هنا اعمل data validation data validation بتهيه اللي فيه مسج اه انبوت مسج اللي هو ايه اقوله اقوله انبوت مسج خليني اكتب اه شو انبوت مسج يونسل اه اقوله دخل اي كلام كده دخل ارقام بس من صفر الى خمسين تمام خليني بقى الرحمة دخل هنا وعمل ايه احمد اتمنى طبعا يكون هو فاهم احمد اقوله انت اه الشخص ده جايب في العربي احمد اقوله ازاي يا ابني مفروض تطلع لي مسج والله اه اه مش مشكلة المهم يعني اه دلوقتي تطلع ايرون اه اوكي خلي حطولي بقى خمسين بس انا متأكد ان انا لازم اعمل يعني بينفع ان اعرفش ليه دي ما فهمهاش ممكن يكون اه كده اكون احطا هنا اه اوكي اه فناجي كده اه 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 لو عملت احمد المسج هتطلع بس الايرون هتطلع هنا اكي هتطلع في الحده دي هتطلع هنا اكي طيب ده شيء كويس فهذه احنا حاجات كويسك جدا تعرفنا في الاكسل يعني ازاي اعمل سورت ازاي اعمل فلتر ازاي اعمل ازاي اعمل اه ازاي اعمل ازاي اعمل كونديشن وانا شايفة ان هي ممكن تفيد اي حد مبتدق يعني طبعا بخلاف ان دي لسه في حاجات تانية اكتر من كده ده بس بالنسبة للاكسيد والحاجات اللي احنا هنشرحها كنا محتاجين نشرحها فيها اتمنى دينا تبقى واضحة وتكونوا استفادتوا يا ان شاء الله ان شاء الله تقابل فيديو تاني